وهل هتوصلي للمثالية والكمال انتو عارفين ان الست بعد ما بتعمل كل ده ممكن يجي الجزء يلاقي بتقول مثلا انا تعبينة طول اليوم وعملت هو انت بتعملي اي يعني ما هو ده وجبك بتعملي ايه زيادة عن اي ست بتعمله كلمة زي الدبشة راح ضربها في وشها تحس بالاحباط الرهيب ده بيجي لهبوت يعني هي في اللحظة دي انا عباحس بيجي لهبوت بيجي لهبوت في الدورة الدموية لان هو مش شايف كامل مجهود اللي هي عاملة طول اليوم طب ده جوذ ولادها بقى تيجي تقول لهم طب انا جيت وجري من الشغلة عشان ااكلكوا واذاكر لكم يعني مش فهمة المفهود نعمل ايه يعني فتلاقي حتى الولاد مش مقدرين كامل مجهود ده اعتقد الحالة الوحيدة اللي بتحس فيها بالتأدير بجد في الشغل يعني كل ما تدي شغلك كل ما بتلاقي تأدير في شغلك بتلاقي ان انت بتعلي اكتر في المنصب من من صغير لمدير لمدير فلوسك بتكتر بتقدر تجيب اللي انت عايزاه لكن الست دايما التأدير اللي بيعجبها واللي بيرضيها واللي بيرضي نفسيتها تأدير اهلها تأدير جوزها تأدير ولادها يعني المحيط الصغير اللي هي بتضحى عشانه اللي هي بتحبه فنقدر نقول ان المثالية دي طول الوقت طول ما انت دينامو دينامو تقطي كلها رايحة على كل الناس اللي حواليكي إلا انت كل مجهودك رايح على كل الناس إلا انت وفي الآخر بتلاقيكي تعبتي بتلاقيكي وصلتي لمرحلة اكتئاب بتلاقيكي يا بقى يعني أنا ستة وعارفة بتلاقيكي ستة فجأة سكتت فجأة بقى عندها صمت صمت اللي هو صمت الحصرة اللي هو هو ازاي ليه محدش حاسس بيا ليه محدش مقدر اللي أنا بعمله عشانهم ليه وليه وليه وتفضل اسئلة تدور في دمخة طول الوقت هو ده أنا عاملة ده أنا مقطع من نفس حتت عشان أعمل وسوي ده أنا حتى مرتبي 3-4 رايح إن أنا أقدي رغبات ولادي وعمل وعمل ده أنا بنزل أجيب لهم اللبس واستخسر في نفس طقم أجيبه على العيد ده أنا بعمل ده أنا بعمل ده أنا بعمل ده أنا جوزي بيبقى راجع بيبقى فيها اللي فيها وعيانة ومش قادرة أفعل رجلي وأقوم أأكله وسخله وأتكلم معاه إحنا كستات مصريات بنيجي على نفسنا قوي لأن يمكن دي وراسة من أهلينا يعني بس كان الزمن غير الزمن أمي كانت قاعدة في البيت متستتها بتشتغلش مش حاسة بدغوط الراجل كان هو اللي عليه المسؤولية الأكبر إن هو يسعد بيته وولاده لكن دلوقتي بقت مسؤولية مشتركة ويمكن أكتر كمان على الست النهار ده بقى في حلقتنا هنقول لكل ست ما تجيش على نفسك اعملي على قد ما تقداري ما تعملي على قد ميكانياتك الجسدية مش لازم تبقي سوبرمان يعني يعني مش لازم تبقي سوبر يعني يعني أنت عارفة أنا أنا كنت من الستات دي بس لما ابتدت أشوف تعبت بدري تحس الواحد كبر عن سنه بدري شال الهم بدري بدري بقت أمراض جديدة حتى بقت على طول ضغطه وأمراض مناعية انت عارفين المناعة بتضعف من كتر الاسترس العصبي أيها بتلاقي مناعتك وقعت من أقل دور برد ممكن توعودي في السرير بالعشر تيام من أقل كلمة ممكن تنهاري وتعياتي لأن ليه انت على طول عارفين زي الكهرابة العريانة على طول لو أي حد جي لمسا كده تكاهرأ